قررت تونس التي تستورد 66% من حاجية القمح من منطقة البحر الأسود وضع خطة للتعويل على إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب وفي وقت تواصل البلاد استيراد القمح الليين لصناعة الخبز تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب المادة الأساسية في الغذاء على مواد دول المغرب العربي بهمة ونشاط كبيرين يزاول منذر نشاطه في زراعة القمح في حقله المترام الأطراف معتمداً على وسائل بداية بسيطة وكله أمل في المساهمة بتحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من محصول الحبوب بعد تعطل الإمدادات القادمة من شرق أوروبا أحنا طالبين من الدولة تشوف الفلاح الصغار هذية ترعيلهم ظروفهم باش يقتنيوا هالمطريال هذية اللي تكلف تعوغالي برشة ما أنا فلاح صغير ما عايش نجم يقدر باش يشري حتى مكينة ولا تركتور بصراح يقول لك نمشي نكري نعام يكري وعام يخليها بور وكاكا نوليه حتى ما عايش تتزرعها جملة واحدة بصراح تولي أرض مهم له مسعى منذر وغيره من المزارعين يبقى رهينة محدودية الوسائل التقنية وإزالة العراقيل والتدخل الحكومي العاجل لتنظيم الشعبة الاستراتيجية في تونس لو كان الدولة تساهم شوية في هالحاجات هذوما الآلات الفلاحية والأسم ده هذوما عوامل هذوما زوز عوامل اللي ينجم ويطورونا الانتاج وينجم ويشجعوا الفلاح باش يقدم كنا شجعوا الفلاح باش يعاود سنية زرع عشر اكتارات العام جاي قولك نزرع عشر في معركة التخلص من التبعية للخارج في ضمان القوت الأول للتونسيين تعتزم السلطات العمومية توسيع المساحات المزروعة بالقمح الصلب بنحو 30% خلال الموسم الزراعي المقبل نستهدف من خلال حمالة الحصاد القادمة إلى زيادة مساحة القمح الصلب بنحو 30% من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وحاليا تحقق تونس مستوى انتاد 70% من القمح الصلب من الممكن حقا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لقد عملنا مع شركائنا التقنيين والماليين والجهات المانحة على برنامج لزيادة سعة التخزين على المستوى الوطني سنضعف سعة التخزين ولكن أيضا سنقوم بتعزيز سلسلة الخدمات اللوجستية بأكملها للتجميع والنقل للتقليل من المحصول الضائح بمجرد بداية الحرب الأوكرانية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الحبوب العالمية أعلنت تونس المعتمدة على الاستيراد عن خطة لزراعة جميع أنواع القمح تستهدف عبرها البلاد إحلال الحبوب المحلية الشحنات القادمة من روسيا وأوكرانيا